معنا اليوم رئيسة الجمعية اللبنانية لداء التهاب الأمعاء المزمن IBD ويعني الموتو طبعا هالجمعية I-Battle Disease كمان نحن نتعرف أكتر على ال IBD بعتقد أنه مش كتل الناس بيعرفوا شوه أهلا وسهلا فيك بغجور كاتا كيفيك أنا بدي أول شيء تشكرك وتشكر الMTV لأنه عطيتونا المساحة أنه نقدر نعرف عن مرض أكترية العالم مالنا سامعة فيه وهذا هو هدفنا خاصة أنه هلا هو أيار شهر التوعية لمرض IBD وبـ19 أيار اللي هو بعد يومين هو النهار العالمي لـ IBD أول شيء شو هو الـ IBD؟ شو يعني التهاب الأمعاء المزمن؟ IBD هو Inflammatory Bowel Disease أي التهابات بالأمعاء بتكون بس لوقت لكل الحياة هنه نوعين من الأمراض يا أما نحن معروف أكتر ونسمع فيها أكتر اللي هي الكرونز ديزيز أو الألسرة في كولايتس بيجي مع عدة عوارد أكيد كرميلة الشخص يقدر يتعرف عليها هي إسهيل دايم يعني إذا بدي أعتبر شخص عادي نهاري اللي بيعمل إسهيل نهار واحد بيطعب كتير تخيلي مريض IBD عنده إسهيل لمدى الحياة وقت يكون بوضع إذا في يقول المرض عنده منه كتير قوي بيكون عم تفوت ست مرات بنهار وقت يكون المرض كتير قوي عنده عم نحكي عن تقريباً 12-15-20 مرة مرور على التويلات بنهار مع الإسهيل بيجي فيه كمان دم بالخروج تعب هيدا المرض بيضرب كمان غير سيستامي اللي هن الأمعاء بيضرب المفاصيل أوقات النظر الجلدة كتير المعاناة منه كبيرة جسدياً وهيدا بيسيب مين بأي أعمار هل هو وراثة أو هو عنده أسبابه مع الخاصة؟ بالنسبة للIBD هو في عامل وراسة ولكن لهيدا اللحظة هيدا كل الدراسات بعد ما قدرت تقول شو هو السبب بالتحديد لهيدا المرض ولكن أصعب شي فيه هو أنه أكيد بيسيب الصغار وبيسيب الكبار من العمر ولكن أكبر شريحة بتنصب من هذا المرض هي بين 18 سنة وال37 سنة يلي هي بعز عمر الشخص للمدرسة للجامعة للبروجيات لأشغاله لقدر يتمم حاله إذن بتضربه بوقت كتير صعب لأله وهو منطلق على الحياة وبتوقفه ليه؟ لأنه الإسهال كل الوقت أهم معارض من عوارض الIBD هي عدم قدرة الشخص على التحكم بأي ساعة بديفوت على التويلات إذن كل حياته بتوقف مضطر يكون موجود بالبيت تاكيت يلي بده يظهر ويتعرض للمجتمع ويظهر لبره بيكون فيه خوف كتير كبير لأنه ما بيعرف أي ساعة ممكن يكون إذا حس بمغس معين بده يكون عم يقدر يفوت على التويلات درر نفسي كمان درر نفسي هو أهم الشي اليوم نحنا بدنا نحكي فيه كاتي لأن درر نفسي كتير كبير أنا شخصياً كنت مريدي الIBD وهيدا السبب الأساسي وراء أكيد هي فكرة موجودة عند إذا بتسألي عند كل المرضى اللي عم بيعانوا من هيدا المرض كل شخص بتلاقى فيه بيقول لي هيدا كانت فكرتي كل شخص حس بأنه بمحل معين بتجوء في حد مريد الIBD لأنه صعوبة نفسية كبيرة كتير أول شي فيه خوف كتير كبير فيه قلق كتير كبير ممكن هيدا الشخص يعاني من أحباط كتير كبير لأنه أنت بفترة الحياة اللي هي كتير مهمة لإله عم بتوقف فيه والأهم من هيك هو أنه هو منه قادر يحكي يعني أنا اليوم مظبوط عم بحكي لأنه سلوغان إحنا طبعنا بالكامباني طبعنا هلأ awareness campaign طبعنا هي عم بحكي لأنه مش عيب لأنه مش عيب إحكي أنه أنا بفوت عشر مرات واثنعشر مرات وخمسة عشر مرات على التويلات مش عيب أقول أنه أنا وقف حياتي لأنه بخاف إظهر وانت بتعرفي أنه بمحل معين تكيت يلي بدنا نروح على التويلات منقول أه أو دو هل قد فيه استحى من أنه نحكي عن هيدا الموضوع هيدا الشي بيوقف بشكل كتير كبير بيدرب المريض فإذا أنت بديت هل هل جمعية لحتى لي يكونوا عم يقدروا يتشاركوا هلأشخاص بي مشاكلهم كمان بس هل فيه علاجات كمانا قدرين أنه يكونوا عم بتوعوا عليها هل فيه تشخيص مبكر شو شو الطريقة هل فيه بقاية أوكي أول شي أنا بس بدي وضح أنه مظبوط أنه أنا من مؤسسي الجمعية بس ولكن مع ثمان أشخاص غيري حماسهم قد حماسة وهن كمان مرضى يلي هالجمعية هيك سبيسيال فيه هي أنه الأشخاص اللي أسسوها هن كلهم أشخاص عانوا من هذا المرض كيف التأيته؟ التأينا عبر نحن عبر طبيب وأكيد أنا بدي أتوجه له بالشكل كتير كبير دكتور علاء كنا موجودين بهيك عملنا مثل كونفيرانس صغيرة عزمنا عليها عدة مرادة منصبين بالاي بي دي وتلاقينا هونيك وطلعنا بالفكرة وهي مجموعة من تسع أشخاص قرروا أنه خلونا نعمل هيدا الجمعية كرميل تنقدر نقدم السند أو نقدم السبورت لكل هالأشخاص اللي عم بيعانوا إذا فينا نقول من هيدا المرض إذا بدي يجاوب على تاني شقفة من سؤالي كاتا اللي هي هل يتورى فيه علاج لألو وشو هن العلاجات؟ العلاجات كتيرة ولكن ولا واحدة منا هي كرميل إذا فينا نقول نوقف هيدا المرض اسمه مزمن اكزاكلي هو مزمن ولا علاج هو كيوريتف كل العلاجات هي كرميل تيقدر المريض يقطع بفترات من الريمشن من الراحة تيقدر شوي بمحل معين يكمل حياته دونك هدف العلاج هي نريح لفترة صغيرة هيدا المريض ولكن لينز اوف تريتمنت عديد كتير قبل وقت أنا كنت مريضة كانوا تقريبا خمسة أو ستة هلأ إذا منشوف تنوعيت والطب تقدم كتير بس المشكلة بأنه ما في علاج ممكن خلص دائم لهيدا المرض وبذات الوقت إذا ما في علاج دائم والشخص ريزيستنت سوري ريزيستنت على الإدوية ممكن يوصل لما حال أنه يعمل عملية كرميل استقصال الكولون كله هلأدية يعني بتوصل نعم وهون بالاستقصال بتكون حلة المشكلة أو بيكون يعني عملنا مشكلة جديدة أوكي المشكلة ما بتنحل عم حكيكي كأنك طبيب بس بما أنه هلأدى ما في مشكل عندك خبرة بالموضوع وبما أنه الـ IBD ما أنه معروف كتير يعني مزبوط مزبوط هدفنا اليوم أوفات هي كل الأشخاص اللي عم يسمعونا ممكن يكون في حدا حواليهم عم بعاني من هيدا المرض ولكن مستحي يحكي بس بيعرف أنه هو يا أما بيتأخر على شغله يا أما عدة مرات بفوت على التويلات يا أما حتى أوقات منوصل لأحيان بتبطل تظهر مع رفقاتك لأنه شو بديك تقولي لهم بالسيارة بهذه الضيئة اللي أنت عم تنتقلي فيها في خوف بأنه أنا إذا ما لحق توصل للمحال وقتا نوصل نستكشف وين ممكن يكون التويلات بهيدا المحال إذن معوقة كل الوقت يعني مزبوط مزبوط أكيد بالنسبة للعملية كمان للأسف مانا كيوريتف لأنه الشخص اللي يحامل بيجيناته هيدا المرض ممكن من بعد ما يكون عامل العملية يرجع بمحل معين نحنا منسميه فلارب يعني يرجع يبين المرض بإبيزاد معين عنده هو وهيدا الشي بعد 8 إلى 10 سنين من العملية إذن بيكون قطع وقت كتير طويل ممكن يرجع يتعرض ولكن بهيدا اللحظة بيكون هو أصلا تم استقصال الكولون عنده وما بقى في حال غير يرجع على تريتمنتس اللي هو بيخدهم يلي من بيناتهم بيوتوا المناعة إيميونس برسنت مشان هيك الأشخاص اللي بيعانوا من إي بي دي هلأ الوقت اللي هي كانت كوفيد ناينتين كان في خوف بعض أكبر لأنه في توطيلة المناعة لأنه هو أصل المرض هي أتاك من الإيميون سيستم طبع الشخص عليه هو أنتو كجمعية شو عم تعملوا على الأرض يعني كم عم تقدروا تفيدوا هالأشخاص نحنا كجمعية أول شي بدي أقول أنه ابتدت هيد الجمعية بوقت كتير صعب بكوفيد ناينتين نحنا بلشنا بقيلول عشرين عشرين بلشنا بوقت ما قادرين نجتمع مش قادرين نشوف حتى المنبرز تبعنا اللي عم يلتحقوا بهيد الجمعية حتى اجتماعاتنا لإلنا عم بتكون أونلاين نونك بلشت بقيلول عشرين عشرين وحبينا ببدايتها ضغرة لأنه المخاوف كتير كبيرة مثل ما ذكرت عند مرضى الاي بي دي أنه ننطلق بي وابنار عملنا عن الاي بي دي وكوفيد ناينتين لأنه مهم كتير المريض يعرف لأنه الأشخاص عم تاخد أدوية بتوطي المناعة إذن بلا ما يحسوا بيتجسوا بأنه نوقف الدواء مننا لحالنا عملنا هذا الوابنار تنوضح أنه لا فيوني يكملوا أدويتهم ولكن بحال حسوا بشي معين دايما نرجع لعند الطبيب وهذا بقول لكل المستمعين لأنه دايما نرجع لعند الطبيب ما ناخد ولا قرار لحالنا لأنه الفلارب أكتر أكتر بكتير من حالة شي ممكن يصير مع المريض إذن عملنا أول وابنار يلي هو عن كوفيد ناينتين ورجعنا بمارتش عشرين وواحدة وعشرين عملنا تاني وابنار يلي هو طريق هيدا المريض بمرضه إذن حكينا عنه عن كل الستيشنز يلي بيقطع فيها المريض من ما قبل التشخيص للتشخيص للتريتمنت طبعه مثل ما قلت التأثير النفسي والتأثير الاجتماعي على المريض من ناحية هيدا المرض وأكيد شو هنه وسائل الدعم لهيدا المريض بالمجتمع اللي نحنا موجودين فيه شو هو الاختصاص اللي بنتوجهه لوقتي يكون فيه عندنا مشكلة من هالنوع حكيم شو؟ أوكي عادة وقتا نشوف أول إذا في يقول أول عوارد منه للمرض نحنا بننصح التوجه لحكيم عام ليه لأنه نحنا إذا بديك تعتبر أربع عمليين شخص بلبنان إذا كل ما شخص عامل إسهال بدي يتوجه طبيب المختص اللي هو غاستروانتيرولوج إذا بدي يتوجه صوب طبيب مسارين مشكلة نتوجه صوب طبيب عام ومن ثم تكيت يلي منشوف أنه هالعوارد بعد فترة من الزمن الطباء بيعرفوا أكتر أكيد ولكن هي نسبيا بعد جمعتين نكون عم نعرض دواء معين ومعها تم فعوله ساعتها منتوجه صوب طبيب المختص اللي هو طبيب اختصاصي مسارين يعني طبيب العائلة بده يكون عم يوجه مزبوط بالنهاية أو بلك طبيب الأطفال الأوقات لأنبي أعمار معين عم نقول يعني عد 18 ممكن تكون عم بتبلش حتى أصغر ممكن بعدنا على علاقة أو أصغر حتى أصغر ممكن بعدنا علاقة مع طبيب الأطفال نعم ما في شيء بيخفف من وطقة هالمرض ما في تغذية معينة بتأذي بتزيده كل شخص شيل كل مثل بعضهم للأسف كمان بقول كاتيا بمرض التهابات الأمعاء المزمنة كل شخص من عامله كهو أنتتي لحاله ما في إذا منقول إنه إذا بدنا نخفف ما بدنا ناخد حليب ممكن الشخص يقدر يكون معا بحسب العوارد أو نخفف عليه كل شخص لحاله حتى هلأ بالشغل اللي نحن عم نعمله بيجينا كتير اتصالات عن النترشن بحد زيته شو لازم آكل شو لازم اشرب شو لازم خفف لأنه عن جد الواجع للجسد كتير كبير والواجع النفسي أكبر بالنسبة للفليرا إذن بيسألونا كتير أسئلة من هيد النوع دائما نحن منقول العودة للطبيب وبذات الوقت الاختبار النفسي لهالأشياء يعني أنا تاكيتي اللي بكون عم بجرب إذا الخضرة بتتزعجني بدي أوقفها في أشخاص صغير الخضرة ما ممكن تزعجن فهي إذا فيهوا الأكستريانس الشخصية تجاه كل الأشياء اللي ممكن عن الكلاة نستوضح أكثر عن هذا الموضوع بعد الوقف الملف اللبناني على طاولات باريس القاهرة اليوم الأزمات الاقتصادية والمعيشية تتفاقم فهل نشهد انفجارا اجتماعيا هدوء في الجنوب وحرص على منع تفلط الوضع غارات مكثفة على غزة وانقطع الكهرباء عن عدة مناطق هذه العنوين وسواها نفصلها في نشهة بيروت اليوم كونوا معنا من تابع هابنينغ مع ناتالي جبيلي رئيسة الجمعية اللبنانية لداء التهاب الأمعاء المزمن عم نحكي أكثر عن هذا الموضوع الـ IBD وكنا عم نقول أهمية أنه يكون فيه هالجمع هالناس اللي عندهم نفس الهم نفس المشاكل اللي يكونوا عم يشوفوا أنه منهم لحالهم نظبط أدي نفسياً قدرتوا من وقت أبلشتوا لهلأ أنه تكونوا عم تفيدوا الناس أهم شيء التكاتي هلأ بالجملة اللي قطعت هي منهم لحالهم وهدف هيد الجمعية هي نقدر نوصل كل شخص يحس أنه عن جد في مجموعة حوالي بتفهم بأوجاعه وبتفهم بمعانيته النفسية وتقدم لقيله السند على جميع الصعود يعني أهداف الجمعية كبيرة كتير من أحد أهدافها هي أكيد التوعية لأنه نحن مثل ما قلت كمان تفضلت وقلت بالأول الفكرة مانا موجودة عن هيدا المرض بمجتمعنا إذن أهم ستاب لقلنا هي التوعية ولهيدا السبب أطلقت جمعية آي باتل ديزيز بأول شهر أيار حملة التوعية والهاشتاك طبعه هو لأنه مش عيد تبريك دي ستيجما نحن كرميلتا نكسر وصمة هالتعييب حوالي هيدا المرض وبهيدا الأوليس كامبانيا اللي نحن عملناها قبل معنا عدة بيشنس أنه يحكوا عن مرضهم الشيء اللي هو عن جد كتير مهم وأنا بتشكرهم لكلهم للستاب يلي هني عملوها اللي هي فيها شجاعة كتير كبيرة لأنه عم تحكي عن مرض ممكن أوقات أشخاص بيفوتوا بيحكونا بيقولولنا فيه أشخاص أتنقلهم عن مرضنا بيبطلوا يحكوا معنا إذن بهيدا الأوليس كامبانيا اللي نحن عملناها ثلاث أشخاص ثلاث مرضى حكيوا عن معاناتهم مع المرض فيه شخص اللي هو مقدم رعاية هي أم بتهتم ببنتا كمان بتعاني من هيدا المرض وأكيد كان في معنى بروفاشنالز حكيوا عن المرض وأهم شيء سوري هون الأم والبنت نيناتهم عندهم المشكلة لا البنتي اللي بتعاني من IBD البنت بتعاني من IBD والأم هي نحن لأنه منعتبر كمان بالجمعية مقدم الرعاية رح يكون أكيد على ضغط كتير كبير أكيد إذن مهم كتير نقدم له السند لإله كمان بكل شيء هو بعانيه لأن معانات كمان كبيرة ومن أهم الأشياء اللي هيدا الحملة عملتها هي إطلاق لأول IBD فيلتر على إنستغرام كرميل جامعية كرميل تنشجع لأنه اللي عم بيصير هي الأشخاص اللي عم تستعملها عم بفوت كمية كتير كبيرة من العالم يسألوا شو يعني IBD ليه فيه ليش فيه هاشتاج لأنه مش عيب إذن عم نشجع بهذه الطريقة لأنه يصير في حكة أكبر عن هذا الموضوع تعال قليل هالمريض اللي موجود بالمجتمع على القليل اللي نقدر نسمح له أنه تكيتي اللي بينسمع عن مرضه ما يكون شي غريب وما يكون عم يتلقى كتير أسئلة وتكون الأشخاص عم تشعر معه بالعوارض اللي هو بيقطع فيها العلاقة المريض بها بالIBD مع الطبيب قد يلزم تكون قريبة قد يل المتابعة مهمة علاقة المريض مع الطبيب طبعه مهمة كتير هي من أحدى إذا في يقول عواميط طبع المتابعة طبع المريض ليه لأنه السقم مهمة كتير مع الطبيب لأنه ممكن تكيتي اللي أنت المشكلة مع IBD مع هي أنه ممكن أخد أول علاج ما يمشي الحال أخد تاني علاج ما يمشي الحال ونحن منعرفه خاصة بعقليتنا شوي باللبنان تكيتي اللي الطبيب منقل منقل ومنبلش نكتر حكمه وبدنا ناخد قراء السقم كتير مهمة بهذا الموضوع إذن والمتابعة كتير قريبة بتكون والطبيب كل أطباء اللي بيتابعوا مرض IBD هنه مشكورين اليوم لأنه المتابعة قريبة والتليفونات ما بتوقف لأنه مثل ما قلت العواردة تتنوع مش بس الشخص عم يفوت على التواليات أوقات فجأة بيشوف طلع شيء عجلته أوقات فجأة بيشوف النظر خف دونك كل هؤلاء الأشياء بتأثر بالمتابعة من الطبيب قريبة كتير أكيد ناتالي جبالي أهلا وسهلا فيك تحية لكل ياللي عم بيشاكوا كمان ويكونوا عم يشتغلوا بايبات الديزيز يعني ضوينا اليوم على موضوع كتير مهم وأكيد عنا أكيد لقاءات تانية أهلا وسهلا فيك مارسي كتير